سبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء بالعامية السودانية سيرة الحوارين الحلقة 13 أهلاً بكم يا أولاد تفضلوا الحمد لله تفضلوا ونحن مذكرين الكلام الفاتحة حقاً فاتت حقاً لنا قصة تجارية المتلبسة وشوفنا كيف كانت تتنبأ بالغيب وكيف كان دمصد الرزق لأسيادها وكيف إنه المورد دان قطع بعد دعوت بوليس لجين عشان يطلع منا مش كده وبردو يا خالة صفية عرفنا إنه كيف غضب سيادة الجارية على بوليس خلاهم يتبوض عليهم ويودوهم للساحة العامة ويقدمهم للقضاء بيت تهمة خلق الفوضى والبلبلة في المدينة ومخالفة العقيدة والعادات الرومانية هذا كلام صحيح أهوى الناس الموجودين لما سمعوا الكلام دا غضبوا جداً من بوليس وسيلة والبطاط حكموا عليهم وننفذوا الحكم قطعوا عليهم هدوم ونضبقوهم بالعفة كمان وبعد ذاك رموهم في السجن وأمروا الضابط المزؤول من الحراسة بتجديد الحراسة عليهم وتنفيذاً للأمر خدوهم في عمبر مع المساعدين الثانيين ودخلوا لرقليهم الاثنين في خشبة التعزيل خشبة التعزيل؟ وحوالي نصر الليل بوليس وسيلة كانوا بيصلوا ويسبحوا في الله ويترنموا والمساعدين الثانيين كانوا بيسمعوا فيهم وفجأة وفي أثناء الصلاة دي ووقع زلزال شديد هز السجن أبوابه كلها الثانيين وانفكت غيود المساعدين كلهم الضابط المسؤول من الحراسة صيحة من النوم ولقى أبواب السجن مفتوحة كلها مفتكر إنه المساعدين هربوا وقام شالسياته عشان يقتل نفسه مكين بول اسكورك فيه وقال ليه هاي! هكيف ما تقتل نفسك نحنا المساعدين كلنا موجودين ما في أي واحد مننا هرب أها! والضابط طلب ليه فانوس عشان يضويه ويشوفه وبالمناسبة يا جماعة الضابط ده كان عارف نشاط بولس وسيلة بس ما كان مهتم بيه أبداً لكن بعد الحصل عرفوا إنهم ناس ما سهلين أبداً عشان كده قام مشى ليهم وبسرعة جداً وهو بيرجف من الخوف بارك قدامهم وقال ليهم أرجوكم من فضلكم سامحوني وبعد ذاك طلعوا من السجن وقال ليهم أرجوكم أرجوكم وروني عمشين وعشان نجي نفسي من الهلاك آمن انت وعائلتك بسيدنا عيسى وحتنجو كلكم من الهلاك والضابط في الليل داك قام ساك بولس وسيلة معه لبيته وهناك هم حدثوا عائلته عن رسالة الإيمان والنجاة وبعد ذاك قاموا مشوا كلهم لمكان فيه موية وهناك نظف لي بولس وسيلة جروحهم وبعد ما احتنا بيهم قام يتعمد مع أهل بيته بالموية دلالة على إيمانهم وبعد ذاك ساك بولس وسيلة لبيته تاني وجاب ليهم أكل والعائلة كلها فرحة عماها السرور بنعمة الإيمان وبعد ما بولس وسيلة أكلوا وارتاحوا شوية قام ساكهم ورجوهم للسجن تاني وفي الصباح القضاء اللي أصدروا الحكم على بولس وسيلة رسلوا بعض رجال الشرطة لضابط السجن وقالوا ليهو فيك الجماعة الاثنين ديل والضابط قام مشوا لي بولس وسيلة وقال ليهم يا جماعة في خبر مفرح جدا عشانكم خير خير إن شاء الله أنا جاتني تعليمات بخصوصكم وقالوا لي فيكهم وأنا بقول ليكم انتم من كلامي دا أحرار اتوكلوا في رعاية الله شكرا لكن بس في حاجة يا سعط الضابط الحكام دي الخالف والغانون لما انضربونا ورزعونا هنا في السجن دا بدون محاكمة معا إننا مواطنين رومانيين ودي الوقت عايزين يتخلصوا مننا بالسر عشان كده نحنا مستحين نطلع طوالك كده هم لازم يجو هنا بصفة شخصية ويفكونا يعني يا خالت صفية الناس لو يطلعوا من السجن؟ عبوا يطلعوا لأنه عايزين يطلعون بالسر بعد ما زلوهم وأهانوهم عشان كده بولاس أسرة والضاب يتكلم مندوبين الشرطة فعلا والمندوبين ديال بيدورو منقلوا الكلام دا للقضاء والقضاء لما عرفوا إن بولاس وسيلة مواطنين رومانيين خافوا ونزعجوا وقاموا مشوا ليهم عشان يرضوهم واحتزروا ليهم وطلعوهم من السجن وطلبوا منهم يرحلوا من المدينة وبولاس وسيلة بعد ما طلعوا من السجن طوالي قاموا مشوا لدار ليبيا المؤمنة وهناك قابلوا أخوانهم والمؤمنين عشان يسلموا عليهم ويشجعوهم ويقوي عظيمتهم وبعد ذاك وادعوهم ورحلوا من المدينة أها يا جماعة بولاس وزملاء مروا بالمدينتين في منطقة مكدونية لغاية ما وصلوا مدينة تاسولينيكي المدينة الرئيسية فيها وكان هناك في بيت عبادة لبن إسرائيل وبولاس زي عادته قام مشى ليبيت العبادة ده وكان في ثلاثة من أيام السبت بيوري الحضور بالآيات والأدلة من التوراة والزبور وكتب أنبياء بن إسرائيل إنه مشيئة الله اختضت أن يتألم سيدنا عيسى عليه السلام ويموت ويبعثوا الله حي وكان بيقول للحضور عيسى الببشركم وبدعوكم للإيمان به ده هو المسيح المنتظر أننا أذكر بعض الناس الحضور كأما حضرت الإرشاد نظام بن إسرائيل يقتنعوا وآمنوا وإنضموا لبولاس وسيلا المتحدثين الأساسيين وكما آمن عدد كبير من غير اليهود يؤمنوا بإله بن إسرائيل بالإضافة لبعض النسوان الذين كانوا لهم مكان فى المجتمع صح والأمر ده ضايق بن إسرائيل الغير مؤمنين بالمسيح وأغضبهم جدا وقاموا جمعوا الناس بتاعين المشاكل من الشوارع وكونوا منهم عصابة وعبوهم ضد بولس وسيلة والعصابة دي بيقى تتعكير الجو وتخلق الفوضى في المدينة لغاية ما هجموا على دار واحد من المؤمنين اسمه ياسون وكانوا بيفتشوا في بولس وسيلة عشان يجروهم ويجيبوهم قدام الناس المحاكمة ولما ملقوهم هناك قاموا ساقوس راحي بدار ياسون وبعض المؤمنين اللي كانوا معاه ووضوهم للحكام وكانوا بيقرحوا ويقولوا يا جماعة يا جماعة اوي يا جماعة المتمردين اللي بنتارت فيهم ديل يا جماعة درهم رأس الفتنة يا أخواننا ديل اللي بيعمروا تجويش في كل مكان وينادوا بالخلاف في كل مكان وديلوقت يجوا رأينا وكمان ياسون ياسون دم راحبهم ومستضيفهم في دارهم مع انهم معارضين ومتمردين ضد الامبراطور قيسر وبيدعوا الناس لاتباع حاكم تاني اسمه عيسى والحكام والجمهور لما سمعوا الكلام ده أزعجهم واضضايقوا جدا ولكن بعد ما هدوا فكوا ياسون والناس اللي كانوا مقبوضين معاه بضمانة وأخذوا منهم تعهد بالقوة بعدم إزعاجهم للأمن العام وفي الليل المؤمنين قاموا بسرعة هربوا بولس وسيلة وتيموساوس لمدينة بيرية القريبة من تاسرونيكي ولما بولسوا زملاء ووصلوا للمدينة دي قاموا مشوا لبيت العبادة التابع لبن إسرائيل وفيه هليقوا الناس منفتحين أكثر من أهل مدينة تاسرونيكي لأنهم قبلوا الرسالة بحماس وكانوا بيقروا ويدرسوا التوراة والزبور وكتب أنبياء بن إسرائيل كل يوم عشان يتأكدوا من أن الأمور اللي بيسمعوها من المرشدين صحيحة وكثير منهم آمنوا وكان من ضمن المؤمنين الغير يهود بعض النسوان صاحبات الشأن في المدينة لكن بن إسرائيل الموجودين في تاسرونيكي لما عرفوا إنه بولس سافر مع زملائه لبيرية وبيقى ينشر في الدعوة هناك بارضهم قاموا ماشوهم كمان لبيرية عشان يسيروا الناس ويحردوهم ضدو والمؤمنين لما شافوا الموقف بيقى كده قاموا رتبوا لبورس عشان يسافر بالبحر لأثينا وخلوا سيلة والتيم ساموس في بيرية والناس اللوصلوا بولس لأثينا رجعوا منو بوصية لسيلة والتيم ساوس مضمونة إنهم يحصلوه هناك وبأسرع ما يمكن موسيقى أهاي يا جماعة بعد ما بولس وصل لأثينا وفي أثنام وهو قاعد هناك في انتظار زملائه الضايق جدا لما لقى المدينة مليانة بالأثنام ودخل له يخاطب ويناقش بين إسرائيل وغيرهم من المصلين في بيت عبادة اليهود وكان كمان يوميا بيخاطب ويناقش كل زول يقابلوا في ساحة المدينة وكان بيحصل جدل بينه وبين جماعة من الفلاسفة الأبغوريين والرواقيين وبسبب الجدل ده بعضهم قال الزول بكلام كتير ده عايز شنوه شخلوا كده بيدعوا الناس للإيمان بآله غريبة أها طبعا الجماعة ده قالوا السلام ده لأنهم شافوا بولس بيرشد ويبشر الناس بسيدنا عيزة ويحدثهم عن البحث من الموت وقاموا دعوه معاهم لمجلس الفلاسفة وهناك قالوا ليهو نحنا عايزين نعرف العقيدة الجديدة الغريبة اللي انت بتنادي بها دي شنوه ايوه انت فعلا بتقول لانا في كلام غريب نحنا عاوزين نعرف المقصود بيه وشنوه وطبعا يا جماعة ناس أثينا والأجانب المقيمين فيها كانوا بيقضوا أغلب وقتهم في الحديث عن الفلسفات الجديدة وعن كل شي متعلق بيها أهاو بولس وقف قدامهم وقال يا أهل أثينا بعد التحية خلوني أقول لكم اني لاحظت إنكم مدينين ومهتمين بأمور الأديان والاني بتجول في المدينة لاحظت إنه عندكم معابد كثيرة وشفت واحدة من منصات تكديم الضبايح مكتوب عليها للإله المجهول وأنا دلوقت جيت عشان أحدسكم عن الإله المجهول اللي بتعبدوه ده وانتوا ما عارف إنه الإله ده هو الله الغدير خالق الكون وما فيه رب السماوات والأرض الإله ده ما بيسكن في معابد بابنه البشر هو ما بيحتاج إنه الناس تخدمه هو غني عن كل شيء لأنه هو واهب الحياة والأرزاق لكل الناس وبقدرته خلق كل الشعوب من رجل واحد عشان يعمروا الأرض ووزعهم فيها وحدد لهم العصور والأماكن اللي يعيشوا فيها وجعل كل ده عشان الناس يتفكروا يحاولوا يعرفوه يهتدوا ليه معا إنه ما بعيد أبداً عن كل واحد مننا طيب يا جماعة ده الجزء الثلاثتاشر يا شباب ونهايته ديه هي الحدة المفروض نقف فيها إذن الله نواصل المرة الجاية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة